بس توضيح بسيط أولاً أنا لم متفق من حيث المبدأ مع الأستاذ محمود في مسألة نتمنى يفرح الشعب العراقي ولكن أنا أتحدث عن مسار ديمقراطي ما لعلاقة هذا المسار الناس فعلاً تنتظر المعازنة وتنتظر تشكيل الحكومة لكن دمنا نتحدث عن مسار ديمقراطي معطل منذ شهر شباط يعني هو الأستاذ محمود قال أنه المحكمة الاتحادية قالت الحكومة تمشي لا المحكمة الاتحادية قالت أن رئيس الجمهورية استمر في منصبه إلا أن تتشكيل الحكومة وعندما سئلت المحكمة الاتحادية عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لا تفتح لمرة واحدة ولمدة وجيزة المدة الوجيزة فسرها كل خبراء القانون بأنها ليس أكثر من شهر بمعنى أنها انتهت منذ السادس من شهر نيسان الحالي إذن نحن الآن في مرحلة فراغ دستوري أما ما يتعلق بسؤالك عن التوافقية أنا قلت لكي أنه بعد التاسع من شوال وبما أنه أنا لا أرى أي أمل في التوصل إلى الاتفاقات حتى اجتماع أربيل اليوم هذا جاء على خلفية التوتر الحاصل الآن على صعيد التغريدة التي أصدرها السيد محمد الحلبوسي وهي مؤشر على أن هناك مشكلة حقيقية في إطار التحالف الثلاثي أربيل قصفت بالصواريخ التحالف السياسي هناك من يريد خلق ضد نوعي في منطقة يعني هي منطقة نفوذ السيد محمد الحلبوسي هناك إشكاليات هم ذهبوا لبحث هذه الإشكاليات وليس من أجل أن يتفقوا على صيغة ممكن أن يصلوا من خلالها إلى حوارات مع الإطار التنسيقي خيار التوافقية سيكون هو المرجح في تقديري لكن بعد أن فشلت جميع في تحقيق أهدافهم سواء من يريد الأغلبية أو من يريدها بمعنى أن خيار الإطار التنسيقي سيكون هو المرجح لأن هو الذي دعا منذ البداية تشكيل حكومة التوافقية